بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اتعرفنا على طرق حل البرنامج الخطي جبريا هنتعرف في هذا الفيديو على الحالات الخاصة التي ممكن أن تواجهنا عند حل البرنامج الخطي الحالة الأولى هي وجود أكثر من متغير داخل وجود أكثر من متغير داخل معناها تحقق شرط اختيار المتغير الداخل لأكثر من متغير على سبيل المثال إذا كانت دلة الهدف تعظيم فالمعامل الأكثر سالبية سالب 3 مثلا متكرر مرتين أو في حالة التدنية القيمة المجابة الأكبر متكررة في متغيرين أو أكثر فهذه الحالة الحل هو اختيار أي منهم أشوائيا اختار أي واحد منهم يكون هو المتغير الداخل والحل لن يتغير باختيار إما الأول أو الثاني الحالة الثانية هي وجود أكثر من متغير خارج قلنا قبل كده شرط اختيار المتغير الخارج هو الذي يحقق أقل نسبة بين عمود الحل والعمود المحوري طيب ماذا لو تساوت نسبتين؟ في هذه الحالة أيضا اختار أي من المتغيرين عشوائيا في هذه الحالة لها معنى معناها وجود قيد على الأقل عديم الفائدة عديم الفائدة يعني وجوده زي عدم وجوده لن يتأثر به الحل يسمى redundant chemistry يمكن إزالته من النموذج دون أن يؤثر على منطقة الحلول الممكنة الحالة رقم ثلاثة عدم وجود متغير خارج عدم وجود متغير خارج عند حساب النسبة لاختيار المتغير الخارج بيكون العمود المحوري بالكامل إما صفر أو قيم سالبة لذلك لن نستطيع حساب النسبة وبالتالي هذه الحالة هي حالة عدم وجود متغير خارج وهذا يعني عدم وجود حل محدد للمشكلة هذه الحالة تسمى unbounded solution هذه المشكلة ليس لها حل محدد الحالة رقم أربعة وجود حلول متعددة وجود حلول متعددة أستطيع استنتاجها في حالة وجود متغير غير أساسي بمعامل صفر في الجدول الأخير عند النظر للجدول الأخير وجدت متغير غير أساسي معامله صفر هو الطبيعي أن يكون المتغير الأساسي فقط هو لمعامله صفر وجود متغير غير أساسي معامله صفر هذا يعني وجود أكثر من حل أمثل وجود أكثر من حل أمثل يعني حلول متعددة لها نفس قيمة دلة الهدف الحالة اللي بعدها عدم وجود حلول ممكنة ده نستطيع استنتاجه في حالة وجود أحد المتغيرات الوهمية الوهمية كمتغير أساسي في الجدول الأخير وصلت للجدول الأخير جدول الحل الأمثل وجدت في العمود الأول وهو عمود المتغيرات الأساسية أحد المتغيرات الوهمية هذا يعني عدم وجود حل يحقق جميع القيود أو عدم وجود حل ممكن لهذه المشكلة شكرا